يعطيكم العافية بها الفيديو رح نعمل ألد بسكوت سريع التحضير بدون زبدة مكونات متوفرة بكل بيت قبل لنبلش هالفيديو حطوا لي لايك واشتركوا معي إذا انتم جداد على هالقناة بالبداية رح نحتاج لها واحدة من البيض ونحط عليها معلقة صغيرة من الفانيلا السائل أو البودرة وفيكم تحطوا برش برتقال أو ليمون كمان ونحط كوب إلا ربع من السكر ونخفقهم ليتغير عنا اللون الصفار بعدها رح نحط ربع كوب من الحليب عادي بحرارة المطبخ وكمان ربع كوب من الزيت النباتي ونستمر بالخفاء بهالشكل لمدة دقيقة واحدة بعدها رح نحط 2 كوب من لطحين رح نحطهم بالتدريج رح نحتاج تقريبا من 2 كوب ل2 كوب وربع يعني حسب حاجة العجينة أنا خليت منهم معلقة كبيرة على جنب شوي شوي الواحد يحط لطحين أفضل ورح نحط رشة صغيرة من البيكنج بودر يعني مقدار ربع معلقة صغيرة ورشة من الملاح مهم إنه نحطها وبعدها رح نحركهم مع بعض بهالشكل كل المكونات رح تكون مكتوبة بأسفل الفيديو وبس حركتم بهالشكل رح أخذ نص الخلطة وأشيلها على جنب لأني أنا حاب أعمل لونين وصار عندي هون قسمين القسم الأول اللي هو بنكهة الفانيلا رح أحتاج إني أحط عليه باقي اللطحين اللي ضل عندي مقدار معلقة أو معلقتين حسب اللي تركتوه ورح نحركهم بهالشكل إذا حسيتوا العجينة ما صارت بعدها لينة يعني ما صارت عجينة متماسكة فيكم ترشوا رشات خفيفة من اللطحين لتقدروا تمسكوها أما لخليط الكاكاو رح نحط عليه معلقة أو نص كبيرة من الكاكاو ونستمر بالتحريك بهالشكل لا تختلط عندي وتصير عجينة متماسكة والواحد يقدر يتحكم فيها بعدها مباشرة رح نقطحها لكرات متساوية طبعا أنا وزنت كل كرة بكرة مقدار 15 جرام وعملت الكمية كلياتها لتكون متساوية ونيجي هلأ لأحلى مرحلة اللي هي التشكيل رح نأخذ قطعة من العجين الفاتح ونفردها بهالشكل وبعدها نأخذ من الغامق ونفردها بنفس الحجم والشكل بعدها رح أخذهم جنب بعض بهالشكل وأضغطهم على بعض مهم أنه أضغطها ضغطة صغيرة لحتى يتماسكوا وبعدها بشكل سريع مثل هيك رح نلفهم على بعض ونضغط الطرف الأخير وبالأخير رح نلفها بكل سهولة رح تلف معكم أبدا ما رح تحتاجوا لا زيت ولا طحين وبعدها رح نحطها بالصينية اللي رح تدخل الفرن رح أرش عليهم شوية من الشوكولات تبعية الكوكيز بتعطيها نكهة كتير طيبة وفيكم تحطوا أي نكهة داخلها جوز الهند أشياء مثل هيك يعني أنتوا فيكم تتحكموا بالنكهة لتعطيكم طعم أطيب رح نحطها بالفرن على حرارة 160 لمدة 20 دقيقة بالضبط بس طلعوا من الفرن حطيتهم مكان على جنب لحد ما يبردوا تماما تركتم على الأقل ساعة كاملة وبعدها شوفوا ما شاء الله كيف نفشوا شوية على الخفيف من البيكنج باودر طبعا ملاحظة مهمة البيكنج باودر عندنا أبدا ما لازم يتكثر عن ربع معلقة صغيرة لأنه ممكن أنه يتحول البسكوت معكم لطعم الكيك عرفتوا علي يعني أبدا ما رح يصير مقرمش فنتبهوا من هاي النقطة شوفوا ما شاء الله كيف يعني عن جد والله أطيب من أي بسكوت جاهز طريقة الحفظ كتير مهمة أنه نحطه بعلبة من الحديد لنحافظ عليه لأقصى وقت ممكن أنه يكون مقرمش جدا إذا عجبكم هالفيديو ولو شوي حطوا لي لايك واشتركوا معي إذا أنتوا جداد على قناتي فعلوا الجرس ليوصلكوا كل شي جديد أنا بنزله شكرا كتير للمتابعة وانتظروني بالوصف الجاي باي باي شكرا